فغيرتنا الأخيرة كمان بتخص موضوع الشباب اليوم كتير حكينا عن هاي المواضيع صحيح رح نحكي مع جمعية الشباب الخيرية لحتى نتعرف على الخدمات يلي عمي أدموها والمناطق المستهدفة والنضوي أكتر على هذا الموضوع معنا أسيد فايز شيخ الأرض عضو مجلس إدارة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحك بداية أستاذ فايز يعني دائما نحنا بس نقول الشباب منقول أنه فيه طاقة ضغري حيوية شيء مندفع ومتحمس لتقديم الشيء اللي نحنا منطمح له خلينا نحكي عن جمعية الشباب الخيرية هيك تعريف لجميع مشاهدينا طبعا أول شيء سعد صباح كون جمعية الشباب الخيرية تأسست بالألفين وخمسة نهاية الألفين وخمسة طبعا كان مجلس الإدارة هو يعني كل مجلس إدارة من الشباب طبعا بلشت العمل تطور عملها بفترة الحرب الحاجات كترة أكتر بلشت تشتريب الموضوع بمجال الطبي تتخصص أكتر بالمجال الطبي بالبداية الألفين ويدعش بلشنا مع تطور الأحداث ووجود وافدين لمنطقتنا بلشتريب العمل الإغاسي أكتر برجعنا تقريبا بالألفين وسبعة عاش رجعنا لموضوع مجال الطبي عنا عدة مراكز طبية طبعا هون بس بدي يعني متنوي على موضوع موضوع الشباب اللي هنا من فعلا بيعطوه حيوية أكتر الشباب هو مالح ينطوي فقط بعمر كل حدا عنده طاقة بده يشتغل فيها بده بغض نظر عن عمره فهو شب والجمعية دائما عملة بالطاقات اللي الناس حابت تقدمها للمجتمع أو للعالم طبعا جمعية الشباب اشتغلت بمحافظات عدة محافظات لحنا عنا مركز طبي بدمر البلد عنا مركز طبي بحي الورود وعنا مراكز طبية بمحافظة طرطوس وجبلة طبعا هاي بالنسبة للمراكز الطبية انتو المنطقة المتواجدين فيها وين متواجدين كجمعية؟ لحنا اتسست الجمعية بالأساس من مدينة دمشق بمنطقة دمر البلد كان بدأ نشاطة من مدينة دمشق بمنطقة دمر وأول مركز تم افتتاحه بمنطقة دمر وبعدين تم التوسيع عم تحكي لنا عن المحافظات كمان وين عم تتوجهوا للمحافظات وشو هي المشاريع اللي عم تقوموا فيها وخصيصا بالمجال الطبي بما انكم ارجعتوا تختصوا بالمجال اللي انتو اصلا بديتوا فيه طبعا هلا احنا بالوقت عم نشتاب المجال الطبي ما اهملنا الجوانب الثانية بس ولكن التركيز كان بالجانب الطبي اكتر من مبدأ اهمية العمل الطبي والتشاركية بين الطبي والاهلي بهذا الموضوع والخدمات اللي ممكن تتقدم بشكل اكبر بهذا المجال طبعا نحنا كل المنطقة كانت تم تحريرها من الجيش السوري كنا نحاول نكون فيها لنرجع نقدم خدمات ونكون شركاء للحكومة بتقديم خدمات معينة بالمناطق اللي يتم تحريرها اللي منقدر عليها طبعا نقدر نقدم فيها خدمات اللي احنا فتحنا كارفانات طبية بريف ديمشق كارفانات متنقلة فيعن ثلاث كارفانات بمنطقة الغوطة الشرقية فتحنا كارفانتين طبيات بدير الزور طبعا بالاضافة للمركز الطبي اللي موجود بمدينة طرطوس وللمركز الطبي اللي موجود بمدينة جانب يعني يمكن توسع هذا المشروع ليشمو جميع المحافظات وخاصة المناطق اللي كانت فاقدة السيطرة ولكن بعد تحريرها من الجيش السوري يمكن نحنا استطعنا نحنا أخيرا أن نقدم الخدمات الطبية اللي هي كتير مهمة بوضعنا قديش أيضا خلينا نحكي عن الجمعية بشكل عام منذ تأسيسها لهلا قديش صار فيها تطوروا عن المدة أم تتأسستها؟ طبعا جمعية الشباب بلشت بال2005 كان العدد هو لا تجاوز الـ 20-25 متطوع اليوم نحنا في عنا ما يقارب الـ 500 متطوع كلهم يشتغلوا على المبدأ تطوعي عندهم شي يحابيني أدموه طبعا هذا الشيء تكبر الجمعية تكبر بالإنجاز اللي تعملوه اليوم كل الإنجاز اللي تعمل عليه يزيد على عدد المتطوعين بالمراكز عدد المتطوعين بالجمعية لأنهم يشوفوا الأثر اللي يصير بالمجتمع طبعا دور الجمعيات الأهلية ودور المتطوعين يعني هو الأساس بعمل أي شي خيري اليوم المتطوع لما يحس أنه عم بيشتغل شي ويشوف هذا نتيجة عمله ونتيجة تطوعه على وجوه العالم المواطنين للمرضى هذا الشيء سيعطيه دافئ أكتر فأكيد العدد يزيد أكتر وخليني نقول كدعوة صغيرة بموضوع أنه أي حدا حابب أنه يكون جزء من العمل الجمعية من الطويل نحن موجودين بالمحافظات بأي مكان يعني نقول دائما أنه العمل التطوعي كمان عم يعطي خبرة للشباب فهن إذا بلشوا بالتطوع بالنهاية هاي خبرة بتعود لألهم ولحياتهم بشكل عام بما أنه نحن عم نحكي عن مواضيع طبية الاختصاصات الموجودة معكم بالجمعية هن أطباء هن شباب شو دراساتهم شو اختصاصاتهم طبعا هلا نحن نحكي بالمجال الطبي لحيكون أكيد أي حدا هو متخصص لا يمكن بالمجال الطبي أن يكون شخص عنده بس فقط خبرة بدون شهادة أو شيء أكاديمي ولا يمكن شيء أكاديمي بدون الخبرة بالمجال الطبي لازم يكون العمل متكامل أكيد فلحنا بالنسبة للكادر في عنا أطباء متخصصين في عنا كوادر تمريض كمان هنا متخصصين بالمجال التمريض وفنيين والإداريين اللي موجودين بالمراكز طبعا المراكز هي عم تكون فيها إسعافات 24 ساعة عيادات السعاف عنا غرف أشعة كمان 24 ساعة بكل المراكز الجمعية بالإضافة لعيادات تخصصين عندما يقارب 30 اختصاص موجودين بالمركز نعم يعني أستاذ فايز مع هالكلام ومع هذا الشرح لجميع المشاهدين إن شاء الله نقدرنا نوصل الرسالة عن الجمعية الخيرية وأكيد حيكون لنا لقاءات تانية من خلال فعاليات أنتو كجمعية بتقوموا فيها إن شاء الله منشوف الكيريفانات مو كيريفانات مراكز بجميع المحافظات المحررة على يد الجيش العربي السوري شكرا لوجودك معنا لليو